موسيقى نجلة آخر النهار من قناة مهلية نبدأها بأبرز العنوين موسيقى نجلة الاعتصام تتهم الانتقالي بمحاولة ضرب النسيج الاجتماعي وتهديد أمن المهرة موسيقى وفد وزارة الداخلية يغادر سقطرة ومصدر المهرية يكشف عرقلة المحافظ لمهمته في الجزيرة موسيقى في ظل غموض مهامها والنطاق تمتزها قرار رئاسي بإنشاء قوات درع الوطن وتعيين السويخ قائدا لها موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نصلة الضوء فيها على تصاعد الانتقالي في المهرة ودلالات تشكيل قوات درع الوطن وملفات أخرى نحن نعتبر قشن هي قلب المهرة وأي شيء يحصل في قشن لمصلحتنا هو يكون المصلحت الجميع لكن أي أمر من شانها الالتفاق على حقوق المواطن وعلى حقوق سيادة الأرض وعلى نهب ثروات الأرض فلا يرضى فيها أحد الآن الموامرة تدور على غشة نشوف الاتفاقية ناغش الاتفاقية حنا كشعب من حق لنعرف الاتفاقية يجب على أبناء المهرة جميعا أن يتحدوا ما من شانه يخدم المنطقة ويخدم المواطن فأهلا وسهلا وما من شانه الالتفاف على حقوقنا واقتصاب حقنا وترواتنا ونهبها لا وألف لا وقد لجماهيرنا ولكل أحرار المهرة ولليمن بين اللجنة العطصة مستمرة في نضالها من أجل الحفاظ على سيادة المهرة وحفظ أمنها أهلا بكم من جديد البداية من المهرة حيث قال الناطق الاسمي للجنة الاعتصام السلمي علي مبارك بن محامد إن أبناء المحافظة يرفضون المناطقية وإن مطالب الانتقالي تهدف لجر المهرة إلى مربع الفوضى والصراع وفي مداخلة هاتفية سابقة دعا بن محامد جميع أبناء المحافظة إلى رفض دعوات الفوضى التي لا هدف لها غير ضرب النسيج الاشتماعي والعبث بالأمن والاستقرار في المهرة وكانت عناصر تابعة لميليشيا الانتقالي نفذت وقفة احتجاجية رفضا لتعينات جديدة في المحافظة كما قال الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة علي بن محامد إن المجلس الانتقالي شريك في الحكومة الشرعية في عدن ويعترض على قرارات الحكومة في المهرة وضف بن محامد أن تصريحات ميليشيا الانتقالي واستخدامها للشعارات المناطقية تخفي في باطنها نية تمرير أهداف وأجندات الخارج في المحافظة مرحلة جديدة من التصعيد تقودها أذرع الإمارات في محافظة المهرة عبر الدفع بأدواتها للتظاهر رفضا لقرارات وزير الداخلية والمطالبة بإنشاء ميليشيات مسلحة تمهيدا لإسقاط المحافظة المزيد في سياق التقرير التالي ما قاله الانتقال في حضر موت تؤكده تحركاته في المهرة في التاسع والعشرين من يناير تنفذ ما تعرف بالهيئة العسكرية التابعة لميليشيا الانتقالي وقفة احتجاجية رفضا لقرارات وزير الداخلية تعيين قيادات أمنية وعسكرية الوقفة التي نظمت أمام معسكر القوات الخاصة وديوان المحافظة طالبت بتشكيل معسكرات رديفة لقوات النخبة وهي مطالب لم تخرج كثيرا عن شعارات رفعها الانتقال بحضر موت في إطار محاولاته للدفع بميليشيات جديدة لا تسري فيها دماء الدولة ولها رصيدها من الارتهان وحتى تكتمل الأكذوبة عادة الميليشيا للمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري وهو الاتفاق الذي رفضت تنفيذه منذ التوقيع عليه في نوفمبر عام 2019 لا تختلف الحجج والمبررات التي يرفعها الانتقال منطلقة من الرغبة المزعومة في تمكين أبناء الأرض وهي الوسيلة التي مكنته من توسيع نطاق هيمنة وقادت محافظات بأكملها إلى متاهات الصراع والفوضى يعود الانتقال إذن من بوابة اليمن الشرقية معلناً التصعيد ضد الحكومة الشرعية وهو الذي يتبوأ مقعداً منها في تناقض مريب يعكس توجهاته المشبوهة منذ أن تحول إلى رافعة لأطماع الخارج وأضحى راعياً لطموحاته توسعية تتفق أجندات الميليشيا في توظيف مسببات العبث ومعها يتراكم رصيدها من العمل خارج سياق الإجماع الوطني الذي انقلبت عليه وجيشت لذلك أدوات لا شاغل لها سوى التهام جغرافي البلاد والظفر بمحافظات كانت ولا تزال موطناً للأمن والاستقرار قالت مصادر محلية إن اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الداخلية غادرت جزيرة سقطرة بعد عرقلة المحافظ المعين من قبل مجلس القيادة الرئاسي رأفة الثقل لمهامها وكان وزير الداخلية إبراهيم حيدان بعث لجنة وزارية برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية عبد المرجد العامري لتقييم الوضع الأمني في جزيرة سقطرة والاطلاع على سير العمل في الوحدات الأمنية بالإضافة إلى مناقشة فتح فروع لمصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين وتسهيل إجراءات السفر في سياق آخر استحدثت مؤسسة خليفة الإماراتية أبراجا لشبكة اتصالات تابعة لها في مدينة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرة ويأتي الاستحداث عقب استيلاء مؤسسة خليفة على مكتب اتصالات الحكومي في المحافظة وتواصل أبو ظبي أعدة أنشطة في الجزيرة لصالح تنفيذ أجندتها وخدمة مشاريعها هناك وفي السياق ذاته أزالت شركة ديكستنباور الإماراتية أسلاكا ومعداتا تابعة لشركة الكهرباء الحكومية في محافظة أرخبيل سقطرة وقالت مصادر محلية إن إجراءات الشركة الإماراتية واستحواذها تأتي في ظل تغطية من المحافظ المعين من مجلس القيادة رأفة الثقل وأكدت المصادر أن الشركة قد استولت في وقت سابق على عدة مقدرات تابعة لشركة الكهرباء الحكومية أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بإنشاء وحدات عسكرية تحت اسم قوات درع الوطن تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها على أن تلتزم تلك القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة وتوجيهات قياداتها العليا كما قضى قرار آخر بتعين العميد بشير الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن فصيل عسكري جديد ينشئه رئيس مجلس القيادة الرئاسي يثير التساؤلات عن مصير قوات الجيش الوطني في ظل تعدد الفصائل العسكرية وتقاسم ولآتها المزيد في سياق التقرير التالي في أول مرسوم له بعد عودته من الرياض يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بإنشاء وحدات عسكرية جديدة وأطلق عليها قوات درع الوطن تتبع القوات العليمي في حين لم تحدد مهامها أو نطاق عملها الجغرافي فيما أسندت قياداتها لشخصيات ثبت انتماؤها للخارج يتقدم العليمي خطوة أو يتأخر فذاك حديث مبكر لا يهم اليمنيين بقدر ما تؤكده معطيات فشل عمل اللجنة العسكرية المناطبها لملمة شتات الجيش الوطني تحت إطار الدولة في هذه المرحلة الحرجة سياسيا تتعزز المخاوف من تجدير حالة التباين بين مكونات المجلس الرئاسي الذي تهيمن عليه الخلافات وتتعاظم فصول فشله في إدارة البلاد وهنا تثار التكهنات عن إمكانية إلغاء المشروع الوطني لصالح مشاريع أخرى تتعلق بمهام تثبيت سلطة لم تتقدم شبرا في مسار هيكلة الجيش وإسناده وذهبت بمعية التحالف إلى تفريخ كيانة عسكرية يعدها مراقبون ترسيخا لحالة الإنقسام وإيدانا بمرحلة جديدة من الصراع أما المشهد الأكثر سوداوية فهو ذاك الواقع الذي يبدو معه اليمن متنازعا عليه بين قيادات مرتهنة وجيوش متناحرة وتحالف لا يألو جهدا في تعميق حالة الإنقسام يوما بعد آخر معنا عبر الهاتف الصحفية المهتم بالشؤون العسكرية رشاد المخلاف يهلا بكم معنا ما دلالات إنشاء قوات درع الوطن؟ مساء الخير أختي حيك وحي مشاهدي قناة المهرية بالطبع هذا يندلق ضمن سياق التصعيد الانتقالي في حضر موت وأيضا ضمن الصراع القائمة بين السعودية صراع النفوذ يعني تضرب الأجندات بين المملكة العربية السعودية والإمارات للأسف الشديد البلد نحن نشهد مزيدا من حالة التشضي والتفكيق على المستوى السياسي والاجتماعي والعسكري اليوم التشكيل الميليشيات أو التشكيلات العسكرية بمسميات مختلفة هذا بعظمة أمنية نخاب ثم ما يسمى بقوات الإيمان السعيد وإلى آخره وقوات الساحل الغربي بدون حقيدة أسكرية وطنية لا تندلق ضمن إطار وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية هذا يجر البلد إلى مزيد من التشرض وأيضا إلى تمكين المشروع الحوتي الإمامي ميليشيات الحوتي في صنعاء والمشروع الإيراني في المناطق الشمالية نعم إذن ما هي المهام التي ستؤديها هذه القوات في رأيكم ما هي المهام إذا كان يعني وكما أسلف تقريركم كان يعني أخذ النقاط مهمة جدا وهي أين مهام اللجنة العسكرية في تلعيد هذه التشكيلات العسكرية إذن كان يجب أن يتم الماضي قدما من خلال اللجنة العسكرية في توحيد هذه التشكيلات العسكرية أما مزيد من التفريق هو لن يكون إلا مزيدا من التشضي للأسف الشديد داخل منطقة المناطق المحررة ولأجندات يبدو باتت واضحة أن هناك توجه أمريكي بريطاني لتفكيك المناطق الحيوية في المناطق المحررة بالمنطقة الشرقية والجنوبية والغربية إلى كيانات وكتل ومبعترة وربما سنشهد كنتونات خلال الفترة القادمة بحيث يتم السيطرة عليها وهذه مناطق حيوية تضم الملاحات الدولية يعني المطيق بابل المندب هناك خطورة كثيرة على اليمن اليوم تهدد وحدتها تهدد سيادتها على الترابة الوطني تهدد أيضا مشروع أو معركة تعادل الدولة نحن اليوم نفر إلى مزيدا من التشاطي ومزيدا من التفكيك للأسف الشديد تقوده الضغط بأي التحالق في السعودية والإمارات إذن كان معنا عبر الهاتف الصحفي المهتم بشؤون العسكرية رشاد المخلافي شكرا جزيلا لك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتات إن الحرب في اليمن تهدد حياة الناس وتراثهم الثقافي وفي تغريدة على حسابه عبر كوميتات عن سعادته بإدراج اليونسكو أثار مدينة مائربة تاريخية ضمن الموروث العالمي المعرض للخصر وأضاف المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية الموروث اليمني نشتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل بعد تأسيسها بجهود مجتمعية مدرسة أورمت في أبيانت عن الإهمال الرسمي وقلة الإمكانات لا رح ما في حكومة الشعب يموت كل يوم وليحنا ضايعين لا في حمل لا في شغل حيال مشردين في الشوارع في الحكومة يتمرق على الناس على الناس جوعة تأكل طرقة شبلان من الأرض الناس في حالة زيعة توصلوا إلى إيش إنه إشحاتوا من الكلادي شي توصلوا لهذا وأنتوا عايشين عايشة رفاهية بلغة تقتربوا أنهم مناضلين على إيش مناضلين مناضلين تعيشوا معنا هنا تعانوا معنا هنا أما مناضلين برع للسعودية والتعالف هذا كلام فاضي أهلا بكم من جديد نضم عمال مجلس الليجان النقابية لشركة مصافي عدن وقفة احتجاجية أمام بوابة المصفات للتنديد بما وصفوها الإجراءات التعسفية من قبل إدارة الشركة وقال المحتجون إن إدارة المصفات عرقلت جميع أمور الموظفين وتنصلت عن الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع الإدارة السابقة وطالب بيان الوقفة بسرعة معالجة المرضى من منتسبي الشركة وإيقاف جميع التجاوزات الإدارية بحق الموظفين والعملين في إدارة المصافي في سياق آخر أطلق ناشطون وحقوقيون حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن التربوي والناشط الحقوقي زكريا قاسم المخفي قسريا في سجون ميليشيا المجلس الانتقالي في عدن منذ خمس سنوات وعبر الناشطون عن استغرابهم من صمت السلطات الحكومية والقضائية تجاه قضية اختطاف زكريا قاسم وغيره من المخفيين قسرا في عدن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء وكان زكريا قاسم يعمل عضوا في المجلس المحلي لمديرية المعلى ويعد أحد رجال العمل الخيري والإنساني في عدن اغتال مسلحون مجهولون أستاذ مادة القانون بالجامعات اليمنية دكتور عبدالله القيسي وسط مدينة تعز وقال شهد عيان إن مسلحين أطلقوا الرصاص على القيسي أثناء خروجه من منزله لصلاة الفجر في حي الجمهوري وسط المدينة وأردوه قتيلا قبل أن يلوذ بالفرار ولم يصدر أي تعليق من قبل الأجهزة الأمنية على حادثة اغتيال القيسي حتى اللحظة في حضر موتى التقى الأمين العام للمجلس المحلي صالح العنقي في المكلة وفدين أمنيا وعسكريا سعوديا برئاسة مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة عبدالله الحبابي وأثناء اللقاء قال العمقي إن محافظة حضر موت حريص على إنجاح زيارة الوفد مشيدا بالدور السعودي في المحافظة من جهته أكد مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة عبدالله الحبابي أن زيارة الوفد تأتي في سياق مساندة جهود قيادة السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في حضر موت من جهته شدد رئيس مؤتمر حضر موت الجامعة الشيخ عمر بن حبريش العلي على ضرورة تفعيل دور الأمانة العامة للمؤتمر ودوائره التنفيذية في جميع مديريات ساحل حضر موت وخلل اجتماعه برؤساء الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضر موت الجامع دعا العلي إلى توحيد خطاب جميع مكونات الطيف الحضرمي والارتقاء بنشاط مؤتمر حضر موت في الوصول إلى المواطن وحمل مطالبه المشروع بعيدا عن لغة التهميش والإقصاء في شأن آخر نظم مكتب وزارة الثقافة بمديرية تاريم في محافظة حضر موت حفلا تكريميا للفنان تشكيلي عقوب هبشان وأثناء الحفل أشاد الحاضرون بالفنان التشكيلي عقوب هبشان ومشاركته الأخيرة خلال منافسات كأس العالم في دولة قطر بعد نحته نسخة خشبية من كأس العالم وتضمن الحفل عددا من الوصلات الغنائية ومشاركة لفرقة فنية كما كرم الفنان عقوب هبشان من قبل عدة جهات نشكر الذين قاموا بهذا الجهد الكبير من السلطة المحلية في تكريمي من قبل مكتب الثقافة بمديرية تاريم نشكرهم على هذا العمل النجاز الكبير الذي يعملوه طبعا بعد مشاركة في فعاليات كأس العالم في دولة قطر من فعاليات وعمال فنية في المتاحف وفي المعارض الذي قامت خلال منذيال 2022 هذا الفنان التشكيلي يحتاج إلى اهتمام كون من النوادر وتريم هي عاصمة الثقافة وحصلت على هذا الاسم كون فيها من المبدعين والمتميزين الذين يظهرون تريم بشكل خاص وليمن بشكل عام ونتمنى له والنميع المبدعين التوفيق والنياة قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول إن مخزون السلع الأساسية من المواد الغذائية يكفي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وخلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك أكد الأشول عدم شمول قرار التحريك الجمركي الأخير السلع الأساسية والمواد الغذائية الضرورية ودع الوزير التجار في القطاع الخاص إلى الالتزام بالأسعار وعدم المبالغة فيها أقدر الاجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك وناقشنا فيها كثير من القضايا عندنا في شهر مارس إن شاء الله اليوم العالمي لحماية المستهلك سيكون هناك فعاليات وهناك أنشطة إن شاء الله كان من أهم النقاط التي نقشناها اليوم هي إنشاء الجمعية الوطنية الجمعية الشعبية لحماية المستهلك وشكلت لها لجنة إن شاء الله من مجموعة من الأعضاء ومجموعة من الدكاتر الأكاديميين على أساس نشكل لجنة تحضيرية للجمعية الوطنية التي ستكون عبارة عن رادف للجنة العليا ورديف أيضا للوزارة والقطاع الخاص عبارة عن مراقب ورديف المستهلك اليوم نحن نشعر أنه بحاجة إلى رعاية خاصة وإلى حماية تقدم مدرسة أرمت نموذجا للدور المجتمعي في العملية التعليمية لكن هذه المدرسة التي أنشئت عام 1971 تعاني اليوم من الإهمال الرسمي ونقص المعلمين والكتاب المدرسي كاميرا مهرية زالت المدرسة ورصدت أوضاعها في التقرير التالي مدرسة أوروما واحدة من المدارس النموذجية التي برزت على مستوى محافظة أبيان لكن هذه المدرسة التي شيدت بجهود الأهالي تميزت على مدى السنوات الماضية محافظة على هيكلها التعليمي أنشئت المدرسة عام 1971 وتتلمذ فيها العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية التي تقلدت مناصب عليا في الدولة اليوم وبعد مرور عشرات الأعوام ظلت مدرسة أوروما صرحا تعليميا مهما ونموذجا للتعاون والتكاتف بين الأهالي للحفاظ على العملية التعليمية رقم المعوقات تأسست هذه المدرسة في سنة 1971 بمجهود ذاتي من قبل المواطنين والتي بناها في البداية الفقيد عبدالله الغريبي رحمه الله وتعتبر من المدارسة المدرسية في المديرية وقد احتلت المراكز متقدمة من بين المدارس في كل المنافسات التعليمية والرياضية والانشطة جميعا وعلى الرقم من النموذج القيد الذي تقدمه إدارة المدرسة للارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب إلا أنها تعاني من نقص العديد من الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية مع ذلك تعاني من نقص المدرسين نقص المدرسين وأيضا نقص الكتاب المدرسي وأيضا نقص زيارات التي تشجع وتدعم هذه المدرسة فنوقف من هذه النافذة أن منكم إلى كل من يسمع أو يشاهد هذا الشيء دعم هذه المدرسة والاهتمام بها لكونها الآن لازمة البلاد بدأت أن يضعف الاهتمام إدارة المدرسة بدورها تطالب القهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بالمحافظة إلى النظر بعين الاعتبار لهذه المدرسة وتوفير ما تحتاجه من الكتاب المدرسي وبقية المستلزمات المهمة للعملية التعليمية حيدر أحمد قناة المهرية محافظة أبيان في السياق الرسمي ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد مع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة محمود مكيش أوضاع محطات الكهرباء بالمنطقة الوسطى ومديرية أحور وأكد الحامد أهمية استعداد المؤسسة العامة للكهرباء لصيانة الشبكات الداخلية ومحولات الكهرباء لمواجهة أحمال وأعباء الصيف القادم في محطة الكهرباء بدوره أشار مدير الكهرباء إلى الكثير من الصعوبات التي تواجه كهرباء أبيان وفي مقادمتها انقطاع الوقود عن محطة المحافظة من جهتها نظمت السلطة المحلية في مديرية البريقة ورشة عمل حول أهمية حماية البيئة والأحياء البحرية بمحافظة عدن ويهدف القائمون على الورشة إلى تعزيز المشاركة الفاعلة في حماية البيئة والأحياء البحرية بمديرية البريقة غربي المدينة وخرج المتدربون المشاركون في المشروع بستة مشاريع توزعت على مديريتي البريقة والتواهي نشكر الأخوة في المبادرة الذين عملوا على حقد هذه الدورات وهذه الاجتماعات والتي خرقت بمحاركات جيدة وبالمناسبة وعبركم نتوجه بنداء لكل المنظمات والمبادرات والجمعيات والمؤسسات إلى التدخل العاجل في مديرية البريقة خاصة في الجانب التنمون كما تعرفون منديرة البريقة مديرية مشاسعة مديرية مترامية الأطراف تفتقر إلى أبسط الخدمات في الجانب التنموية لكل مجالاتها وعليه نكرر دعوتنا مرة أخرى إلى التدخل في الجانب التنموي عبر المشاريع المستدامة تربية تعليم مياه صحة صرف صحي وما إلى ذلك تناولنا قضية مشكلة قضية صيادي القسر وتم حلها قدريا وتناولنا مواضيع البيئة في مديرية البريقة ووصلنا إلى كثير من نقاشات الحلول مع الصيادين الذين أثروا موضوع البيئة وكيفية الحفاظ عليها وكيفية الحفاظ على المراعي السمكية بعد النزولات الميدانية واتفاقية الصلح ما بين الطرفين خرجنا بمخرجات جميلة بوجود مؤمور البريقة الأستاذ صلاح الشوفقي الذي تعاون معنا جدا بفتح قاعة المديرية وحضوره وكان دور كبير فعال في هذا المشروع ومن ضمن المخرجات أنه يمنع السباحة والغوص في جسر البريقة وخرجنا بعدة توصيات ونقدمها للمأمور الجهات المختصة وخلال الأيام القادمة بإذن الله بتم تنفيذه في لاحج افتتحى فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة مركز الهلال الصحي بحضور محافظ لاحج أحمد عبدالله التركي وأشهد المحافظ التركي بدور الهلال الأحمر اليمني وبما سيقدمه مركز الهلال الصحي من خدمات طبية المرضى في المحافظة من جانبها أكدت مديرة المركز الصحي مونة الحداد استعداد المركز لتقديم خدماته الطبية في العديد من الأقسام منها المختبر والطوارئ وقسم التغذية تم تراحة مركز الصحي في المحلة تابع المدعوم من الصليب الهلال الأحمر الدولي بالفعل سررنا هذا اليوم باستتاح هذا المركز الذي رأينا فيه الكثير من الترتيب والتنظيم والخدمات الذي يقدمها للفئات الأكثر تضرراً والمحتاجين في هذه المنطقة بالفعل هذه تضاف خدمة جديدة إلى الخدمات الصحية في المحافظة بالذات في هذه المنطقة التي لا يتواقف فيها أي خدمة ونحن نشجع ذلك ونقف إلى جانب هذا العمل ختم النشرة تابع المزيد من تفاصيل الأخبار في موقعنا الأكتروني المهرية دوت نت في أمان الله اشتركوا في القناة